وخلاص أيام قليلة ونودع الشهر الكريم والفضيل ونعيد كلنا إن شاء الله على خير حلقة جديدة النهاردة من صباح الخير يا مصر المظهر الحضاري والمبهر اللي ظهرت بيه العاصمة الإدارية الجديدة في احتفال تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة ولي كلنا تبعناه بيعكس الحقيقة حجم الجهد الكبير والشغل اللي اتعمل في السنين اللي فاتت علشان يكون عندنا نقدر نقول كده عمران حديث أو عمران متطور يليق بجمهورية جديدة تم تتشنها بشكل رسمي مع الولاية الجديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أن العاصمة الإدارية الجديدة بتعتبر واحدة من أهم المدن الذكية والمستدامة في العالم ونتكلم على مساحة المرحلة الأولى فقط منها حوالي أربعين ألف فدان يعني تقريبا نصف مساحة القاهرة عشان نتكلم على كل هذه المساحة كان من البداية كان يجب أن نراعي ربط العاصمة الإدارية بشبكة مواصلات متطورة وذكية عشان تقدر تسهل على الناس الحركة والتنقل إن كان جوه العاصمة الإدارية أو حتى من القاهرة أو أي إن كانت المحافظات إلى العاصمة الإدارية الجديدة خاصة كمان أن المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية فيها الحي الحكومي، الوزرات، الهيئات كمان حي المال والأعمال الحقيقة يعني زي ما كانت جمعنا بتقول دلوقتي من المدن الذكية العاصمة الإدارية الجديدة وتنتمي إلى مدن ما يعرف بالجيل الرابع حقيقة قيمة مضافة للاقتصاد المصري بتفتح أبواب يعني كبيرة جدا للمستثمرين وشركات التطوير والمستثمرين المصريين والأجانب للإستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة في حالة من حالات التنوع داخل هذه العاصمة الإدارية منشوف مدينة رياضية على أعلى مستوى منشوف مدينة مهمة جدا للثقافة والفنون والأوبرا كمان في أحياء سكنية الأحياء السكنية بتناسب كل فئات الشعب المصري طبعا في مجموعة كبيرة جدا من المدارس من الجامعات الدولية من المفترض عند اكتمال براحل العاصمة أنها تستوعب حوالي 6 مليون نسمة يعني احنا بنتكلم عن عاصمة لكل المصريين هيا وحنا بنتكلم عن فلسفة العمران ده مش جديدة على المصريين طول عمر المصري معروف أنه هو يعني الحقيقة كان حتى يمكن دول كتير كانت كمان بتحاول أنها تستقطب البنيين المصريين المعمريين المصريين عشان يقدروا أنهما يصدروا هذا العلم وهذا الزوء وهذا الفن لبلادهم طبعا برا مصر خلينا نتكلم عن فلسفة العمران زي ما كنتم أتكلم مع حضراتكم الحقيقة فلسفة العمران الحديث اللي تم في مصر واللي بنشهده في العاصمة الإدارية الجديدة هنتكلم عنه بالتفصيل لكن هنتكلم بقى كمان عن القطاعات تحديدا اللي اشتغلت عليها الدولة عشان تقدر توصل لمرحلة تدشين الجمهورية الجديدة فيه خطاعات كثيرة جدا موجودة داخل العاصمة الإدارية الجديدة وعشان تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة هتلازم فلسفة عمل أيضا جديدة تقدر تواكب التكنولوجيا الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة تقدر تواكب كمان الزمن اللي العالم كله بأماشي عليه نقدر نتخلص من فكرة الورقيات نقدر نحن نتخطى فكرة البيروقاتية اللي موجودة وطول الوقت الخطوات الكتير اللي موجودة دا كله بجانب فلسفة العمران زي ما قلت لحضراتكم مرة تانية صبح على حضراتكم صباح الخير والسعادة عليكم صباح الخير يا مصر